موسيقى أستاذ حمّادي جبالي وصلناك المرة الماضية إلى الترويكا المثير في هذه الترويكا أن الأحزاب الثلاث تقاسمت السلطة حزب المؤتمر خد الرئاسة وحزبكم أخذ رئاسة الوزراء والحزب الثالث خد رئاسة المجلس يعني كانت قسمة معقولة ولا صار معارك عليها قبل أن أربط بالله لابد أن تبقى هذا المسألة واضحة عندنا قادم الأحداث أن هناك قرار محلي من قوى محلية متوزعة في النفوذ وقوى دولية وأساساً في الشرق العربية ومعها إسرائيل أنه لابد من إسقاط هذه التجربة لأنها ثورة عنوانها تحرير الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتعددية وهذا يتلاقى مع مشاريعهم المجتمعية الاجتماعية اثنين قرار إسرائيلي علي إسرائيل ليبني بعد 23 ساعة من الثورة التونسية أن هذا هو الخطر الكبير الداهم علينا من الغرب إلى المغرب العربي القرار المنظومة الدولية لم يتضح بعد فهي متردده ولكن واقع تحت قرار الإقليمي صحيح والحقيقة من أمام الإنصاف أن الدول الغربية في أوروبا وفي الولايات المتحدة وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة كانت مستعدة أن تدفع ثمن هذا التحول وتتعايش معه لا شك وأوروبا في جزء كبير من أوروبا والجزائر بعد هذا بحين إذن نحن أمام هذا القرار الذي يراد له أن ينفذ وبسرعة إسقاط هذه التجربة وعند الجهاد ضرب الإخوان في كل مكان والتريكة أو الحزبين سيدفعون الثمن عقاباً لهم لإتلافهم مع النهضة لأنها تجربة فريدة في المجتمعات العربية كلها أدخل الآن إلى حكومة التريك أنا عندي المراجعات هي النقد هي الفكرة النقدي لتجربتها ما نريد بذلك إلا إصلاح أما المديح صديقي من أهدى لي عيوبي إذن أتكلم على السلبيات عن إيجابيات وكثيراً أكثر عن السلبيات يعني معنى أن السلبيات أكثر من إيجابيات لا ليس بالضرورة لا الإيجابيات الكبرى إيجابيات استراتيجية تحكم تونس بالتلاف بالتوافق هذا خط استراتيجي وهكذا يكون حكم تونس ليس بغير الاستبداد الحزب الواحد الرأي الواحد هذا لم يمر في تونس ولا في الشعوب الأخرى انتهى عصر هذا الحكم الفردي انتهى ولو بعد حين ولو رجع بالطريقة أخرى ولكن سينهزم إذن حدث كبير وهو التشكيل حكومة لا فيها لكن شابتها نواقص واحد البرنامج والوضوح الذي يتكلم منه اثنين التشكيلة وكيفية تشكيلة الحكومة البرنامج كان محدد اتفاق ضمني وأذبي ان احنا عنا سنة لانجاذ الدستور واجراء الاتخابات اذا نحدد الهدف وانحنا قبلنا وهذا ما يجب ان يكون ولكن هل سنة فعلا كافية في مرحلة انتقالية هذا ممكن السؤال لكن هل نحن تصرفنا بمقتضيات بهذه السنة وبروح هذا الاتفاق الذي يعيب علي نحن يعيب علينا خصونا نقضنا هذا الاتفاق بقينا بالحكم وفعلا نحن دخلنا بنوع من الفكرة البقاء في الحكم نحكم يعني نقضتم اتفاق ان تكونوا في الحكم لعام واحد نقضنا ليست وحدنا تشوف المسؤولية هي مسؤولية الاخرين اكثر مسؤولية هذا التعطيل لكن قد انا لم يكن ماضحا لدينا جميع اننا في مهمة محددة ايه ما انتم افترضتم ان هذه المهمة المحددة تحتاج الى عام بينما هي تحتاج الى اعوام تحتاج اكثر لكن فيه تأخير على المهمة نفسها في تعطيل من جهات معين من داخلنا ومن خرجنا يابد اذا من الماذا شبع بهذه الفكرة ننجئنا بعمل الماء لمهمة الماء هناك مهمة مركزية وانجاز الدستور والذهاب الاتخابات وهناك مهمة تابعة لذلك تسييرية لادارة الشأن خلال هذه الفترة وارساء الحكم هذا يأتي بعدها وروح الدستور الاخر خصوم النهضة أساسا كان هذا هو المدخل الذي أرادوه لإسقاط التجربة هو إلهاء النهضة بالحكم بل توريطها في الحكم حتى بالفترة الزمنية وهارسلتها وهم عارفين أن الحكم لا يمكن من الصحب أن تحكم في تلك الفترة بالتجربة التاريخية وقالوني كثير من الأعزاب خاصة في الثورة الدول الشرقية أوروبا قالوا لي خذها مسلمة الحلب الذي ينجح في أول انتخابات بعض الثورة سيسقط في الانتخابات القادمة انتظارات الشعب كبيرة لا حد لها الوضع منخرا اقتصاديا واجتماعيا والإمكانيات كنتم محددين وتجربة النتيجة بالضرورة اسقاط هذا الحزب في الانتخابات القادمة كان الغسوم يخططون لإطالة مدتنا في الحكم وهرسلتنا وإضعافنا من داخل ومن الخارج هنا وحتى لا ننسى هذه القادمة أنها يجي هناك اتفاق إحباط وإسقاط إخراج النهضة من العقل وفعلا نحن سقطنا في شيء أننا لم نكن حازمين حاسمين في قضية التعجيل وخاصة من مجد أساسي وأنا لم تلقوا هناك يعني أغلبية النهضة لأنها هي عجلوا بكتابة الدستور وبفضل هذه المشكلة ولا توزعوا شتات أفكاركم والعرق والسياق اثنين في الحكومة يا أخواني أنتم جئتم للحكومة لتأدية مهمة تسيير الأعمال بأفضل ما يكون في هذه الفطرة وبشرها أما نتوسع وندخل في سجل مساجلات سياسية وبلاتوات في التلفزة وعركو معروف وهو وزير ما عارفنا الصناعة يتكلم في التربية وأنتم أنسوا أنتم قادة سياسية في حزم لستم حكومة سياسية بالمعنى التالي تصرفوا كوزراء مش كجبة النهضة ولا مؤتمر لأن تقوم بعملكم فقط لا تتوسع أحنا وزرانا أخوانا وقعوا في الفخ هذه المهاطرات فصارت الحكومة هدف لإسقاطها وهرسلتها وتوريدها في كل شيء لا تنسى آلة الأعلام الذي هي أنا كنت في الصباح يأتوني بالجمع 13 عنوان وقلوا لهم ضعوها على الطاولة الطويلة عندي أقرأوا العنوان ستجدون نفس العنوان ونفس الصور ونفس الألوان حرب إعلامية وسياسية واجتماعية واقتصادية كلها متاحة مباحة لابد أحنا واتفقنا بالحكومة أننا بعد كل ستة شهر نقيم أعمال ونصح على الطاول لكن قبل هذا أجي إلى التشكيلة وكيفية التشكيلة أنا هذا خطئي الأول كيف قبل التشكيلة تفرض علي يا فاطم وليس إلا يكون اللي كلمة فيها من الذي فرضها عليك الأحزاب الثلاثة يعني فيما بينهم تقاسم الوزرات والمناصر وقالوا لك هذه هي التشكيلة أنا كنت معهم في اختيار الوزراء وفي التنصيب ولكن أنت رئيس حكومة وهنا يأتي ما أسمي أنا فقه الحكومة وهذا ما ينقصنا ما يسمى الحركات الإسلامية أنت مع حزب في المنشط والمكره وأنت عضو في الحزب أمين هرعان عندما تذهب للحكومة للدولة في الحركة أنت ملزم بقرار الحركة ولكن صوت في هذا ككل الناس عندما تذهب للحكومة ستذهب له بجبة الأمين العام فقط أم أنت في وضعية أخرى أمامك دستور وراءك رأي عام وقوين المنظمة للدولة وهيئات رقبية وهو 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 عندما تضع نفسك أو توضع أمام قرار ماذا ستراعي من هو مصدر القرار أي بلغة أخرى أين الشرعية والمرجعية عند رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هل هي حزب فقط أم شيء آخر اسمه الدولة وكل هذه المفروض أن مؤسسات الدولة هي المرجعية أو المرلمان على الأقل هو المرجعية أنا أخوتي ذكروني كل مرة في مجلس شهورة سيحة مات أحنا حطيناك أحنا نقرر عن تتنفف قلت لهم يا أخواني هذه الصيغة بعض منهم واحدة أو اثنين دائما يذكروني قلت لهم يا أخواني مستحيل ما في حكومات قلت لهم يا أخواني هذا نقصنا في فقه الدولة وفقه الحكومة أنتم أرسلتوا رئيس حكومة أولا مفروض عليه أعضاء الحكومة عندما تقول مفروض عليه أعضاء الحكومة يعني أنه الوزير غير من حكومة هو مقتنع ويعرف أنه مرجعيته هو الحزب ورئيس الحزب وليس رئيس الحكومة فيحتمي برئيس الحزب وغيره ورئيس الحكومة يكون بعد يهمي شو إذن قضية مرجعي بس هذا كان لازم اتفقتوا عليه ابتداء بعد ما قلتك هذا هو أنت أرسلت رئيس حكومة وزراء وعطيتهم برنامج خطوط عريضة خطوط عريضة حتى في البرنامج لا تتدخل في اليوميات ولا في القرارات المؤسسات ولا في المزارات ولا في الإدارة وفي شيء أنت لك الحق أن تحاسبهم وتقيله اللازم أنه تأتي بغيره لكن الذي يأتي بغيره يقوم بعمله كرئيس حكومة وكل وزير له مرجعية اسمها رئيس الحكومة شوص الزراء خاصة لأول مرة وأتشرف بذلك قرارات مجلس الزراء في العالم العربي أنها توقع تأخذ بالتصويت قالوا سيحمادي ليس هذا في الدستور تلغير مجزم قلت سألزم نفسي بذلك لن يمرق قرار في المجلس الزراء إلا بالتصويت طيب إذا أخذ القرار بهذا الشكل بالتصويت ويأتي في مؤسسة الحركة وتغلب فضل الحركة ماذا سيحدث مصيبة وهذا تم معي أخطاء فادحة تمت دون الآن التشخيص يقال من أجله الوزير أكيد مردود سيء جدا يقال من أجل وزيره لم يحدث احتمى بالحزب احتمى بالحزب مش حزب النهضة فقط لا الحزب المكونة حتى مرة جئت لرئيس حزب مش لازم نسميه عنده شخص كاتب الدولة تابع له تهجم على النهضة وعلى رئيس النهضة وعلى كذا وكذا جئت وقلت له يا سيدي لا يمكن شو هذا تابع الحزب أنا سأقوله قل لي علاس يا حمد انت مريدك نهو مريدش جماعتكم وهكذا استقوى الفريق الحكومي بغير الحكومة بغير قيس الحكومة فصار الحكومة ومجرسه الرئيس الحكومة هذا سيئفان وربما صائر الاهل يا كل حال الحكومات الائتلافية هي أضعف أنواع الحكومات لا يعني في الديمقراطيات الرأسخة لا تفضل صح ولكنها إذا تلتزم بقواعد العمل الحكومي لا تلتزم لأنه يضعف بعضهم بعضاً هذا بالضبط وهذا ما جرى معي أنه ذلك بشر يعني بنهاية المطاف هو منتمي لحزب ويحاول أن يحقق مكاسب في مكاسب شخصية وفي مكاسب حزبية ولذلك مثلاً عندنا في بريطانيا حكومة السابقة التي كانت اتلاف ما بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار كانت حكومة ضعيفة نعم لما انفرد المحافظون بالحكم في الانتخابات الأخيرة حكومة قوية الحكومة الإتلافية هي فيها مقتلها فيها لا شك ولكنها في ذلك الظرف في تونس هي أفضل لأنها انتقالية نعم لأنه في خيار استراتيجي على هذه الأحزاب أن ترتفع ولا تشكل حكومات ضمن ومبائسية صحيح ولو رؤساء الأحزاب لديهم الوعي نعم هذه أشكالية كبيرة وهذا أنهاتش ليس النهضة أنا أعتبر أنه النهضة راقية أرقب متقدمة ليس في أحزابنا لا يسمى فقه الحكم من يدخل إلى الحكم يستنصر إما بحزبه أو بنفوذه أو بعلاقاته في وقت أنه رئيس الحكومة وهذا حتى الدستورية مصالح الصالحية الدستورية هو أقوى الآن في تونس أقوى شخص حتى من رئيس الجمهورية هل هذا هو قصائر الآن؟ لا وكم من مرة ذكرت أخواني وسيد رئيس الجمهورية أن نحترم الدستور قلت له سيمان صف أرجوك الدستور يخوّل رئيس الحكومة التصرف في الوزارات وفي الإدارة وفي الولاد لا تتدخل إلا بإذنه ولا تجتمع إلا بإذنه أنا اللي فهمت أنه ملفات الدفاع والخارجية والأمن عند الرئيس وليست عند الرئيس الوزراء لا مش صحيح مش صحيح؟ لا ما هو المشكلة ربما بتاع السيد منصف هو دائما الخلفية يختغل بالدستور الخديم وها أيضا الآن رئيس الحكومة هو الذي يملك حتى في هذه ملفات نفس نفس القرار مع رئيس الجمهور أي رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعين سفير إلا بموافقة رئيس الحكومة ولا وزير إلا في هذه التعالية ولا أي شيء ولا حتى بتعيين مستشاريه وتغيير ضباط الجيش نفس الشيء هذا في دستور الجديد أو هذا هو هذا الدستور الصغير الذي حكمنا به وهذا كان أحد خلافاتي مع سيد منصف سيد منصف إحنا مغللين وأصدقاء لكن إحنا نقول دولة بتعفشيس على سقيا يحترم بعضنا هناك في عدم تفاهم على الصلاحيات لا لا هو كان إرادة في تجاوز الصلاحيات أمس وليو سوريا وهذا خطر كبير لا بد من رئيس الجمهورية أول مهمة له أن يتقيض بالدستور ويحترم لا شك في ذلك ستأتي في أمثلة كثيرة البغدادي وغيره 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 وقتل علاقات مع سوريا إلى خيره إذن أول تحدي كان لي جديد في المهمة لا نعلم شيء من هذه اثنين هذه قضية المرجعية مرجعية الحكم وكانت هذه نقطة المشكلة فيها عندما قررنا بعد أسر المتقي نحن أربع ولا خمس مناصب لا بد أن تحور فلم نتفق في التريكا على هذا التحفر وبقينا نتقي المناطر نلتقي ثلاثة أو أربع أشهر حتى مل الرأي العام وقال هذا مسلسل مكسيكي وفهم الخسوم المعارضة وضربت على هذا الوطف فشلنا وهذه كلمة فشلنا أخذوها وكان جمعا هذا الأبواق الألمية أنه في الحكم لا فشلنا أنه أنا نصلح الحكومة وقلت له شيخ أنتغيس الحزب أنا عندي مراجعات في الحكومة الأصل أفراد أفراد الوزراء في الحكومة في من مهضة الآن يوضع على الطاولة المهضة استقالة من باط بدون تاريخ ويكون هناك تقييم عني أنا صريح وشفر ويكون أنا أول هم أخضع إلى هذا التقييم وأنا أول من يمضي على هذه الاستقالة بينهم وأنت كريس حزب والمؤسسات بعد التقييم هذا استقالة كنت لو رفض أحدهم من وزراء وقالك أنا أبقى ولاش تغير أبدأ به لابد أن نرسل الآن تقاليد الحكم والرشي ولو بصعوبة لكن لابد ماذا كان ردهم كان موافق لكن في الواقع لم يتنشيكها بس هي التجربة كانت قصيرة يعني هذا الأمر متى حدث هذا الإختراح بعد كان لا هي التجربة دامت سنة 14 15 قصيرة جدا قصيرة لكنه ظهر لنا جميعا مواقع اختلال هذا نصيب النهضة والطريقة من التعطيل أما النصيب الأكبر من التعطيل وتلك الجبهات المراه الرافضة وأنا أقول هؤلاء رفضوا من أول دقيقة كما قلت لك نتيجة الانتخابات وأنا مقتنع لحد الآن أنهم غير ديمقراطيين لا يملكون الثقافة الديمقراطية والتعددية واحترام صندوق الاغتراع وبعضهم فاشي في التقييم بأسليم كانت حرب علينا وهو سميها قصف الجسور مع الخارج وضرب الداخل فما منهم من هو قريب بفرنسا فعندما زارنا رئيس الفرنسي وربطنا علاقات تهجم على فرنسا تهجموا على تركيا بالحساب وبالأرقام قطر قطر تأتي في الدرجة الأولى من الدعم المالي والتركيا في الدرجة واجتمعوا واثنين هذو معطونا ثلاثة مليار دولار لم يعطينا غيرهم ولو عشرة فتهجموا على تركيا أنها دولة عثمانية وبها والها وتهجموا على قطر أنها تريد استعمارنا كل ذلك وتهجموا على أوروبا وأمريكا تهجموا حتى على بعضهم البعض عندما يقوم بشيء كل ذلك تدمير التجربة وهو ما واقع الآن وهو واقع الآن الآن التهجم حتى على هذا الائتلاف رغم ضعفه ورغم ضعف تواجد النهضة فيه إلا لسبب واحد هو أنه وجود النهضة هناك لا في شام وهذا ينضح بمصلحة البلاد الشركات التي أقفلت والمشاريع التي عطلت والبنية التحتية كنا نريد أن نقيمها كلها ضربت بها لتحركات إلى جانب الحرب العالمية هؤلاء والنقاشات الجانبية في مجلس تأسيس وهالعرك والصياح والنو كل ذلك خدم الهدف واحد إسقاط المحظة إسقاط التجربة مدعومة من بعض أطرات هذه نأخذ فاصل قصير هنا أنا أمسه تكرت لي قبل الفاصل السلبيات الداخلية أو المعيقات الداخلية من داخل الترويكا والمعيقات من قبل الخصوم هل تظن أنه لو لم تكن هناك معيقات داخلية من قبل الترويكا لكانت الأمور ستسير على خير ما يرام ولما تمكن قادة وممول الثورة المضادة من الانتصار عليكم لم ينتصروا عليهم هذه خذعة أكذبة لم ينتصروا في شيء ولحد الآن لم ينتصر في شيء وسأفسر لك ذلك وميهمون الناس أنهم أطردوا النهضة من الحق لم مصح هم استعانوا حتى بالجيش والاتحاد حتى يضردوه ورفضهم الاثنين الجيش والاتحاد شغل أرجع أقول على التشكيلة بعد ستة جوشة بدأ لنا الضعف أشياء أردنا أن نغير لم ننجح فيه تغيير وزاري هم أدركوا الخصوم أن هناك شيء الآن يحدث داخل أفريكا وقد هتتملموا الشعبي حتى ربما الاجتماعي داخلين صار فيه إضرابات صار فيه مسيرات كل شيء وفيه حتى تعليمات من بعض المنظمات المهنية سفر استثمار 2013 ما يجب بدعوا أنه فيه غمور ونبد أن نتأخر كما قلتك زيادة حدش في المية في الأجوم لم يحدث قبلها في تاريخ تونس والدولة تعاني من عيش السكبير في حاجة إلى قروض ودعم فيضربون هذه الجسور للقروض ودعم إلى قريب إلى قريب وصلنا إلى جانبي في طبيعة الحال وما عدوا العدة لدينا في تونس الفطرة الساخنة هي الشتاء في الحياة السياسية نتكلم عن جانبي يناير 2012 2013 2013 جاء الاغتيال للضربة القاضية اللي هو اغتيال الصحفيين لا اغتيال بالعيد اه اغتيال بالعيد انا مقتنع لحد الآن وأكثر من قبل أن هذا الاغتيال داخل في إطار إطاحة بالتجربة والطريقة وخاصة بالنها لم يفيد كثيرا هذه التحركات شعبيتهم ضعيفة الشعب رافض في التحرك رغم مشاكل اجتماعية الجيش رافض وأدرك جيدا هذا الأمر بقياداته الأمن ليس قيادة واضحة وأدخلوا صربوا هذه القضية النقبات وغيرها الأمنية جاءت العاملية اغتيال شكرا بالعيد واحد منها هل استغل الاغتيال أم أنه مدبر لا هو مدبر مدبر لأنه لحد الآن لم يكتشف قاتل بالعيد يعني ثورة المضادة هي التي قتلتها هذا مقتنع به بيد سلافية وغيرها لكن هذا مقتنع به وسوف يأتي يوم قريب إن شاء الله وتكتشفه مرة سألوني عن قاتل بالعيد قلت أبحث له عن من من صار وراء في جنازته ستجدونه أعني بالعقل المدبر لا بالذراع المنفذ هناك لغز كبير اسمه شخص اسمه الرويسي ضاعها الآن ربما صفية هذا الإنسان يملك الكثير لذلك غابة ربما صفية لكن سنكتشف الحقيقة إطاحة أبن الله تريكة وإدخال البلاد في فوضى لأنهم هم أصحاب فوضى قائمين على الفوضى أنتم حملتم من المسؤولية عن اغتيالها أكثر من المسؤولية خرج في نفس اليوم من يقول ماذا قتلته ولابد من ثأر لابد من خروج إلى الشارع لابد من انتقام من القتلات بين القتلات رجل غنوشي والماذا مباشرة هذا اجتماع المعارضة في بيت من بيوت ومخرج بهذا البيان ذلك اليوم أنا كنت في بيتي ثامن ونص هاتفني وزير الداخلية قال لي أنه أطلقوا المهر على بلعين في الحي قلته سأذاب قال لي سيد الرئيس لا في خضر بعد ذا قال لي أنه توفى وبدأت التحركات بعد ساعات كلمني سي علي قال لي سيد الرئيس هناك 10-11 ألف أمام الداخلية ويتأهابون لاقتحام الداخلية 10-11 ألف متظاهر في كل الولايات هناك خلية أزمة بين الأمن والجيش والولايات على اتصال بي كل واحد يقول لي فم ألف ونص ألف هام في استنفار مباشر ودعوة إلى العنف وإسقاط الحكومة وتم التخطيط للجنازة أخروها يوم الأربعة مش عارف أنا وقتاش يتهى نهارين أو ثلاث أيام ورفعوا شعار الجنازة المليونية والزحف على مقرات السيادة والإطاحة بالحكومة القصبة برضو وزارة الداخلية وخرج تلكوبتر لمحطة تلفزية قناة لتصور هذه المسيرة المليونية والزحف في الشارع هذولا سبق المصريين لا هو هو تشعر أنه نفس المخططين الممولين إبليس نتحدث عن هذه المسيرة المليونية التي ستقم لدم فكانت الأخبار تأتيني من الجيش ومن قيادة الأمنية أن ننسي حمادي البلاد على بركانه وأنه لا يمكن الجيش أن يطلق النار وقد يدخل فيه استمد لابد من إنقاذ الوضع جاء أنواي إخوة مش طوى التسميت بعد ساعتين من لغتيال قال ليس يا حمادي أخويا لابد أني والآن ننقذ الوضع كيف ننقذ الوضع قال لي تقيل وزير الداخلية سي علي هذا الحل عندك لم تفهمه ثلاثة أشياء ليست من أخلاقنا أن نضحي بك بشفداء نحن المسؤولين يمكن الوزير عنده مسؤولية أكبر لكن نحن المسؤول اثنين لم تفقه أنه هدف هؤلاء هو موش رأس وزير الداخلية الدولة كلها الحكومة والدولة ثلاثة عندما يكون الجيش بين ضفرين في حرب في المعرك وتقطع رأسه نحي قياد أنتهت ستكون ثم قلت لهم لهذا السبب أنا لا أضحي بوزير الداخلية ولي مقترح أفضل أنه نقيل الحكومة كلها ونشكل حكومة كفاءات وطنية وتأكدوا أن هذا سيسحب البساط أمام هؤلاء وفعلا نصح أخطائنا بهذا الإنجاز بهذا العمل ونسحب البساط من تحتهم ونخرج الحكومة من الصراعات ونكتفي هذه الحكومة تشتغل الملفات منها وأنتم اشتغلوا أخواني بالتعجيل في عملكم في مجد أسيسي بالدستور عملوا الجنازة الجنازة هذه ضمت 37 ألف تقريبا عوض مليون ضربوا سيارة بعضهم ليثيروا كذا ذهبوا في الشارع وتفرتوا يعني جمعوا أقل من خمسة بالمية مما كانوا يدعون وسقطها هذا المشروع وزادهم هذه خطابي بالاستقال استقلتم أي طبعا ودعوت إلى تشكيل حكومة كفاءة وطنية إنقاذ من البلاد ومرست حق الدستوري لاموا علي بعض الإخوان تسرعت وأخذت قرارك لوحدك لابد من استشارة في هذا الأمر يعني أنت ما تشاورت معهم في النظر؟ لا تشاورت لكن تشاورت لبدة ساعات فقط قلت لهم البلاد على حافة دماء وأشلاء ونحن فشلنا في أن نحور ثلاثة أو أربع وزراء عنا ثلاثة أو أربع أشهر وإحنا نناقش فما بالكم إذا طرحتم عليكم هذا القرار باستقالتي واستيقال الحكومة ستطبقون سنة أو سنتين تناقشون استشرت قيادات استشرت رئاسة الأركاء الأمنية مجلس الأمن البلاد مجلس الأعلى للأمن أعلمت رئيس الجمهورية أعلمت رئيس مجلس النواب مجتمعينا مجلس رئاسي وقلت لهم بالحرف الوحيد أنا جئت لأعلمكم لا أستشاركم هذا من حق الدستوري أنا أتحمل مسؤولي فيه لكن داخل حركة النهضة داخل حركة النهضة هناك استشارة لقيدات العليا الشيخ وغيره فسكتوه وجاءت بعض ذلك الانتقادات وحتى التهجمات عليها والتسويق حتى في الخارج أن محمد جبالي انقضى على الحكم كتجربة السودان أو يريد انقضاض على الشرعية كيف أنت استقلت؟ قلتم يا أخي أنتم لم تفهموا شيء لأنه استقلت ودعوت إلى حكومة كفاءات وطنية أخرجت الحزب أخرجت الأحزاب فهذا انقلاب على الشرعية يعني خلينا بس أفهم هذه النقطة استقالة حكومتكم هل تعني أن حكومة الكفاءات ستتشكل برئاستك أيضا؟ يعني أنت فستظل رئيسا للوزراء ولكن بوزراء غير مسيسين أو قيادات أحزاب اثنين لإبعاد المعركة من الحكومة وثلاثة لكي ننشغل بعملنا ونخرج من تجاذبات الحكومة وضرب الحكومة واستهداف الحكومة وتحويلها إلى الحوار للنقاش الذي جئنا من أجه هو الدستور في صلب ماجستة سيسي بس فعلا هذا القرار بده موافقة الترويكا هو موافقة النهضة؟ موافقة الترويكا؟ لا موافقة الترويكا لا موافقة النهضة على الأقل أنا تكلمت على وضع معين لو تأخرنا ساعات على هذا القرار وبقينا على هذا الوضع ننقلب الوعظة في البلاد وهذا بالتقارير موشة اعتباطية لتقارير الأمن والجيش بس يحمد يراه البلاد داخل في حرب استعمال القوة في استعمال العنف ورد الفعل والدماء أنا كان أمامي خيري لأنه أبقى وأسير والله والله أعلم شو يشره وأنا متأكد أن هؤلاء سيستغلون هذه الحادثة ويؤلبون علينا في الداخل والقرار ولهم كريات في ذلك هذه الأعلام وهذا التجيش اثنين أن أستقيل ولا أشكل حكومة وهذا ما نمو ممكن حلوه في ظرف قصير يعني تأتي برئيس حكومة ثلاثة أن أسحب البساط من هؤلاء الهدف امتاحهم الإطاحة للحكومة وفي نفس الوقت نصلح هذا الضعف الداخلي والقرار لابد أن يتمه بسرعة طيب هذا الهدف الثالث أو الخيار الثالث تحقق؟ تحقق وإلى أبعد الحدود صبر للأراء أعتبره واقعي جدا كان الرأي العام مع هذا القرار 93% هذه الأحزاب التي اجتمعت تفرقت كلها واختلفت في الموقف جلها وافق لغاية في نفسها الطرف الوحيد الذي فهم اللعبة كلها هو الجبال الشعبية دعوت إلى حوار وطني جلسي ممصع لقيادات الأحزاب جاءوا كلهم إلا هذا أقصى اليسار وجاءوا لهؤلاء الذين كانوا مجتمعين على رأي واحد هو لطاحة الدولة بالحكومة جاءوا مختلفين حتى في حزب واحد جلس أراه في حزب واحد كلهم أيدوا كلهم دعوا قالوا شماك فيه من دعم لأن النهضة رافضة وفيه من دعم لأن فيه انقاذ البلاد إلا النهضة وحزب المؤتمر قالوا ليس ذاك الحق في ذلك دستورياً لي الحق ربما حركياً أو حزبياً ليس للحق فغلبت إنقاذ بلادي ودستور وأنا مقتنع وهذا ما جاءوا به بعد ذلك جاءوا إلي بعد سنة أن أخواني وقلت لهم بكل صراحة أنتم تشكونا أني أريد الحكم لو أردت الحكم لفعلت ما أريد لأنه أنا رئيس الحكومة وبدي سلطات الدستورية أنتم تعتقدون أنكم نزعت منكم الشرعية أي شرعية أنتم عندكم الشرعية في الشارع وعندكم الشرعية في مجت أسيسي سهاتي بناس لا ينتمون إلى حزاب ولكنهم مواطنون يخدمون بلادهم رابعاً لا تدخل الانتخابات القادمة وأنتم في الحكم فسيحسب عليكم نتيجة الحكم خففوا على فوقس تخففوا من الحكم وابعدوا حظوا الوحكم سنة وسنة أجعلوا صورة أخرى واتركوني يا سيدي إذا نجحت فالنجاح لنكركم جميعاً إذا فشلتنا فشلت وحدي أنتم أكن في الحكم والأمور آلة إلى الانتخابات عليكم أن تحضروا هذه الانتخابات ليس بوزراء ليس بأشخاص كأن وزراء أو مارسوا الوزراء قبل يوم لأنه والشعب سيطالب بالنتيجة النتيجة للحكم وهؤلاء يملكون الإعلام ويملكون المال لأنه شكرك أنتم تتحملون هذا الوضع هل كان سهلاً تشكيل حكومة جديدة من تكنوكراط؟ كان سهلاً جداً وقدمت يعني في ذهني وقدمته مع تشكيلة رائع لأنني كنت أعرف أن سمأتي هذا اليوم هذا قبل الاختيار قلت في مكتب تنفيذي لأنه قم قلت نقاشات طويلة جداً لتحويل الوزاري وأشعر أننا وصلنا إلى زنغانق إلى مازق قلت لهم في آخر جلسة أخواني خذوها مني ربما ما أطلب جواب الآن نحن ماشيين واحد من اثنين أما صدام لقد الله فيه داخل البلاد وإخراجنا بقوة وإلا ستأتونا مرغمين إلى حكومة كفاءات الوطنية فأتوها وأنتم انتخططوا لها فأشيع في الخارج في الأوساط الكثيرة أن حمادي قلب على الشرعية هو الرأي الذي تفضلت به الآن له أجاهة ولكن من ناحية من ناحية العرف لابد أن يكون القرار صادراً عن الحزب الذي تمثله وتمتمي إليه ربما هذا هو الإشكال لا هذا في ظرف العادي أنا أقول لك أننا نحسب الوقت بالدقيقة وأنا مدرك جيداً أنه لو طرحت هذا الموضوع لبقي أشهر الدولة لا تحتمل دقيقة تأخير هذا ما قالوا لقيادات الجيش والأمن قالوا سيد الرئيس نحن نقادمين في الساعات القادمة هل الإشكال يكمن في آلية اتخاذ القرار داخل حركة النهضة؟ أنها آلية معقدة أو مبالغ في شوريتها وديمقراطيتها بحيث أن القرار في مثل هذه القضايا العاجلة والمستعجلة يأخذ وقتاً طويلاً؟ لا شك في إشكال يعني لا إشكال لأنه لم يتطورك في قضايا لا يمكن أن تنتظر وليس كل شيء يطرح للتداول الواسع لا يمكن ثم أنت محكوم بدستور وبوضع دقيقة كنت متأكد أن هؤلاء الخصوم سينزلون ويسقطون بأي شكل من الأشكال ويستنفرون كل القوات الداخلية والخارجية وأكبر دليل على ذلك أنه بعد الاستقالة واستقالتي هذا الأمر كله وشكل علي حكومة وبعدها شكلت حكومة كفاءات وطنية لأعلى الانتخابات وفيهم من يقول أنهم يمارسون سياسة حمادي بدون حمادي في الحكومة التافية وفي الحوار وفي غير وفي غير لكن الحمد لله أنا كنت باستطاعتي لا قدر الله عندما رفض الإخوة في المهضة والمؤتمر قراري لتشكيل حكومة كفاءات أن أشكل الحكومة وأمشي بها إلى مجل تأسيسي برلمان وعرضها لنيل الثقة وتصوّو ضدها المهضة فماذا استوى كون الموقف فخير أن أستقي لها وأن سحب حفاظا على المهضة وحفاظا على البلاد وحفاظا على الطريق وحفاظا على أريد أن أرسي تقاليده داخل النهضة وفي البلاد يعني هذا هو لم ينصل إلى السلطة يتشبت بها إلا أن يكون رصاصة في رأسه أو يموت يعني الذي حدث أنك شكلت حكومة لا لا مشكل تكنوكرات لا لا مشكل لم تشكل لا لا مشكل لأنه مرفوضة من خلال حزبي كيف يشكلها يعني أنت افترضت أنها إذا عرضت على المجلس التأسيسي سترفض لا أحكيت فلن تعرضها فلن تعرضها كيف أعرضها واستقلت نهائيا كيف أعرضها وهذا ما ينتظر قصومنا من زعامات الأحزاب الذين يحكمون الآن كان من يشجعني يمشي سي حمادي يعني فكرة تشكيل حكومة تكنوكرات لم تنجح لم لم ترى النور أصلا ما كانت عندي تشكيلة واضحة أنت عندك تشكيلة ولكن لم تنفذ لم لأنك تشكرت لديك القناعة أنك لو قدمتها للمجلس التأسيسي سترفض كارثة كارثة طيب أنت هذه حسبة كان لازم حسبتها قبل أن تستقيل لا لا فهمها هما عندما الأخوة بعد ذلك مشهورة سي المنصف قال لي نعم أعيدك بعد ذلك انقلب وحزبه أنه بدأوا يعني إلا سي مصطفى قال لي هذا حقك الدستوري وأنا أدعى هذه الفكرة طيب هل هذه كانت بداية الشرخ بينك وبين النهضة؟ ربما منها هذه محطة كبيرة لكن ما قبلها أيضا في التسهيل وفي العقلية وفي ما سميه حكم فق الحكم الله 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 هذه كانت لكن الحمد الله هذا الانسحاب أعتبره أخف الأضرار لن نعضى أساسا من البلاد لو تشبث بالحكم وعلى رأيي كان على قبل الله يأتي بشيء وكما قلتك أريد أنا كان همي أن نبني تقاليد تكلفوك بشيء لم تنجح أو لك عقبات تمشي على نفسك ويأتي غيرك ولا نعقد المسألة وخاصة لا نبحث لها عن يعني أسباب عقائدية وهذا كله في المصلحة وهذه كانت نهاية عملك السياسي لا نهاية دوري كرئيس حكومة عفوا دورك في الحكومة من عام بعد ذلك لكن استقارتي من عام لأسباب أخرى واستقارتي من عضوية النهضة لأسباب أيضا أخرى هذا ما سنتركه للمراجعة القادمة إن شاء الله مرحبا لك مرحبا لك مرحبا لك مرحبا لك مرحبا لك